على تخم مدينة تعز كان سكانها يأملون أن ينجح اتفاق الهدنة في كسر حصار ميليشيات الحوتي وفتح طريق يعود ربط المدينة بسائر محافظات اليمن لكن الحصار الخارق على المدينة حرك عجلة البناء وعجل العمل على إنشاء مطار المخاب تمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبإشراف عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق محمد عبدالله صالح فالعمل هنا يجري على قدم وساق لاستكمال المرحلة الأخيرة من هذا المطار ليصبح منفذا جويا لتعز بديلا لمطارها القديم الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية المطار قام على أسس المعايير التي تتبناها منظمة الإيكاوة الدولية والتي تشرف عليها الهيئة اليمنية الهيئة العامة للطيران المدني اليمني الصالة بمساحة 1150 متر مربع تقريبي تشمل مرافق وأماكن الدخول وخروج المسافرين والكبار الضيوف ليس الجو فقط سيصبح متاحا أمام المدنيين في تعز بل حتى البحر والبر أيضا فميناء المخاهدة الذي كان يقتصر العمل فيه على استقبال الحاويات الصغيرة يجري العمل على ترميمه بما يتسع للحاويات المتوسطة والكبيرة ليصبح أحد أهم المنافذ البحرية في إدخال البضائع ومواد الإغاثة إلى المدنيين نهدف للتعميق من 5 متر الحالة إلى 9 متر ولتسهيل الحركة من مدينة تعز والمحافظات المجاورة إلى مدينة المخاه تم شق وتعبيد طريق الكدحة الذي يربط المدينة بالمخاه وبتكلفة تصل إلى 8 ملايين دولار مشروع سيخفف كثيرا من معاناة المدنيين وسيقرب المسافة أمامهم إلى ساعتين على الأكثر للوصول إلى الساحل الغربي هائل سعيد الحدث تعز